منشورات ساخرة لذلك راح نطلع على بعض من هذه المنشورات وفنانين أيضا الموجودين راح يطلعون عليها هنانا هذا أبروب بالحظيان نصيب ما نلقاه هذا يعني يتحدثون هنا مو عن الروب عن الشخصية يعني الحقيقة هذا الروب مشكلة إنه احنا من جاءنا نصور أنا رحت بالمناسبة الرجل المخرج كل البنات من اللبسه وكل ملابسهم تعرف منه لا ما يختارون هو يختار حتى اللون ولذلك أنا جبت تاكسوتات دي شاديش عراقية بس المخرج أصر إنه يجيبون روب موضوع يجيبون اثنين روب وفعلا جابوهن وسووا لي دعاية طبعا يعني يبدو للروب يعني صار غالي يعني سمع وصل إي فالناس مثلا قسم للناس يتوقعون مثلا الممثل هو هو اللي جايب الملابس يتوقعوك أنت جايب الملابس توقعوك أنت تقول الحوار أكيد يعني هاي مسحة بالعكس بالعكسية حلوة خلينا نشوف اللي بعدها قبل كان بس هو يلبس روب هاست صاروا اثنين هم يمعودون يمعودين شوفون نحل أو الصدق المليارديرية هي شي بالبيت يلبسون فعلا هم إحنا يمكنها البغداد القدمات فعلا هم يعني قسم أنا أقول لك شينو هذا الجيل يعني هسا أكثر التعليقات مع الشباب وكذا هذا الجيل ما وعى على السبعينات على الثمانينات اللي كان المتقاعد المتقاعد والموظف المهندس حتى من يطعي بالحديقة يرى شكذا يلبس الروب هذه هم نفس القصة بالعكس هني هاي تونسي بصراحة كل يش تونسي نعم يعني زنقين ايه زنقين طيب انتي هم يش تلبسين بالبيت من تقدمين الفواكه الرجلش هذا طبعا يعني فد انتقاد ساخر باعتبار أنه أم البيت من تلبس ما مو بها الطريقة اللي بعدها نور بن صالح سيارتها الصول وارد الحادي الضرر جانبي بابين واحد على البارد واحد يمبدل يعني ما شاء الله شبابنا على الفيس حتى يطلعوا وصلوا للسيارة وصلوا وطلعوا ضررها سيارة نور طلع عليها غرامة مئة ألف خلي صالح يدفعها بالمناسبة احنا تواصلنا ويا الفنانة براء الزبيدي كان مفروضا ايضا ان تكون ويانا عبر سكايب لكن ايضا المشاغل اخذتها ربما ما قدرة تكون ويانا هذا الحرامي اللي بمسلسل بنا صالح ليش هرب من فوق الباب فعلا هي هنانا كانت تكون نقطة يعني انه عبر من فوق الباب مع العلم انه الباب مفتوحة هاي من الشغلات اللي يركزوا عليها يعني مواقع التواصل نرجع عود صدق عندنا واقع بالعراق الولد من يحب ابنها يروح يتعرف على أهلها وكلهم هيك يستقبلوا لأن يحب بيتهم هاي النقطة استاذ ستار يمكن شوية أثارت اللغة هاي النقطة الوحيدة اللي أثارت اللغة بالشارع انه شاب تشوفها منطقية نقبولها لا هي شوف أقولك أكل شغلة يعني هي منطق هي مو منطقية كمجتمع احنا كمجتمع ما نتقبل هذا الموضوع نعم بس هي صارت منطقية في حكم وظرفهم هم نعم عائلة منفتحة نعم عائلة زناقين وضعهم غير الشكل وبعد ين خلوا هذا الإنسان خطيب يعني هو تقريبا شبه الخطيب يدخل من الباب نعم ما يجيهم من الشباك يعني ولذلك أنا اعتبر يعني هذا جزء من أنك يعني يعلمون البنات أنه يا بي ترى في يوم من الأيام إذا تعرفت بالكلية مو حرام نعم لكن الأفضل أن يكون من الباب إذا إي خلي تقول للأهل لأمها تقولهم يا بي أنا حبيتي فلان كذا ممكن أن يتعرفون عليهم يعرفوه بالعكس حتى ما تصير بعدين مشاكل حتى بتهم أيضا ما تنزلق بأشياء أخرى يعني هو بي جانب طبعا سلبي خصوصا على مجتمعنا أو عدم تطبوا للمجتمع يعني المنطقة هي معالجة درامية بالنهاية طيب نشوف اللي بعدها أكثر واحد محظوظ بالمسلسل جايبين اثنين واحدة أحلى من اللوخ يتعاركون علي اللي بعدها رسلت أم البنات وقلت لها على زوجها صالح يمعودة ترى زوجي صالح طلع من السجن صالة يمكن أربعة أيام أو خمسة وهسا جاي يدور عليكم خطية تفاعل الناس غريب حتى بمسلتك مثل هاي رسائل يعني رسائل كثيرة مثلا الله يخليك الله يخليك باتش الروح رجعها رجع أم البنات لزوجها الله يخليك كذا هذه يعني هذه الحقيقة أنا أعتبرها شوفها مارروب ملابس زهور هذه أنا أعتبرها جزء من نجاح العمل نعم صحيح يعني لو غير عمل كان هو يعني أنا البارحة يمكن أول بارحة شفت مطالعين صورة آني وزهور جاي نقص الكيكة الكيكة قال بيها السجينة وتعرفين صح هي من العادات يعني بالعادات إنه السجينة ما يقصون عدل فيقلبوها لأنه حتى الأمنية تتحقق يعني الناس تعرف إحنا مجتمع مجتمع من فئات مختلفة ومن مستويات ثقافية مختلفة ليش قلت لك أنا عروب قسم منهم يشوفها غريب أول مرة يشوفها بحياته لأنه ما وعي هذا الموضوع وما يعني يعني ميدرك يجوز منطقتهم مستحيل شايف واحد يلبس روب يعني له هو بغير منطقة يمكن ولذلك أهل المناطق الأخرى كتبوا لا أنا أبوي كذا يلبس يعني هي مختلفة مختلفة حتى الطبقات الاجتماعية في المجتمع مينة وصلتش رسائل ومسجات على حسابات شي غريب أشكال والوان أخر رسالة وصلتني ترى البنات كلهم عرفا أنه أبوك عايش بس أنت بقيتي روحي المطعم عن مناصر ترقيه هنا كي يشتغل أو مثلا روحي أبوكي بيع كلينكس بالتقاطع ومنطيني عنوان التقاطع وها فأشكال مثلا العنقستي ويا سيف سيف ترى هذا عدة شي ويا عم تشرحها بس يطلع هو أبن صالح وعم تشرح بدلتكم فهي شغلات وصلت حلوة يمكن نشوفها كتفاعل الناس بنهاية هذا ندل على شي فأن المسلسل الناجح والشخصيات طبعت بأذهن الناس نعم طبعا هنا براء المعتصم وأخيرا آمنة صارت خوشبنية وتصالحت هي ونور وهالشي كله يرجع الصالح بيداء المعتصم الفنانة اللي أيضا كان مفروض تكون ويانا عبر سكايب لكن أيضا كانت مشغولة بورش وخارج القطر طبعا ظهور ظهورها في المسلسل كان مميز وكان ربما مختلف نشوف اللي بعدها نبارك للشعب العراقي معرفة نور لأبوها هاي كثير طبعا هاي التفاعلات نشوف اللي وراها رأيكم بتمثيل هاي الحرباية عندكم منها بالبيت طبعا هذه هم واحدة من الأمور اللي يعني هي قدتك يعني هي هاي الشغلة يعني نعم الأفوالة وده تقدم نعم مو مكروهة وإنما أدت دورها بإتقان هذا رأي حلو كان يعني أنه بيداء المعتصم ممثلة عراقية من أصول مصرية وشقيقة الإعلامية من المعتصم ظهرت أدة أعمال منها طيبة وبنات صالح وأحلام السنين في العملين جسدت دور الخبيثة فعلا يمكن أن نأخذ عليها هذا الدور نشوف اللي بعدها شباب جد مسمومة يا ربي طبعا على الدور واللي سويتي بصالح لوش قد ما تبتشين ما أنقهر عليك الناس تفاعلها كان قوي جدا في هذا العمل مينا نور الدين صغيرة السن أبدعت وعادت ثقة المشاهد بالأعمال العراقية ريم بن صالح تحية حب وتقدير اللي شرد مينا بما أن أنت موجودة هذا كلام يعني كل شي بير بحقي والحمد لله أنه قدرت أوصل للجمهور ويحكوون عن ريم وشخصية ريم بهذه الكلمات اللي طيفة يعني الحمد لله آنهم أحييهم ويعني كل شيء شبير بالنسبة شيء إيجابي هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر